العمل في هذه الأيام أفضل منه في غيرها من أجل أن يغتنمها المسلمون بالأعمال الصالحة وهذا يدل على لطف الله بعباده ورفقه بهم فإنه نوع الأعمال لأجل أن يفعلوا منها ما يسهل عليهم الصيام في هذه الأيام له فضل عظيم بلا شك هذا هو الدليل على فضل الصيام يوم عرفه فيوم عرفه هو عين ما فيه هذه الأيام من خير بن عمر وأبو هريرة طبقاني هذا الحديث الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا ويكفر من تلاوة القرآن في جميع أوقاته الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذا فضل من الله الله جل وعلا لا يضيع عنده عمل عامل كل هذا من يتسابق فيه طلاب الأجر من الله سبحانه وتعالى وهو ميسر لمن يسره الله عليه كذلك من فضاء العطاء والإحسان أن الله جل وعلا لا ينقص ما أخذت منه هذه الصدقة هو أن نقص حسا فإنه تضاعف معنا ترجمة نانسي قنقر